في السابع من يناير من كل عام وهي ذكرى تأسيس الحرس الوطني القوة العسكرية النظامية المسلحة وما تشكله من عمق عسكري لقوة دفاع البحرين ودرع أمني لقوات الأمن العام في الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على أمنه وسلامة أراضيه ومن هذا المنطلق يؤدي الحرس الوطني مهمته في المواقع المسندة إليه وخوى على أتم الاستعداد في اليقظة والتأهب لمواجهة أي طارئ والتصدي لكل من يريد العبث بأمن الوطن واستقراره مستعنا في ذلك بالآليات الحديثة التي تؤهله لحماية الأمن وتعزيز الاستقرار وكان للحرس الوطني دور تاريخي لا ينسى وسيظل يسجله التاريخ بحروف من نور لكافة قادته ومنتسبيه خلال مراحل مختلفة وساهم مع الأجهزة المختصة الأخرى في أداء واجبه وبشكل خاص فيما يتعلق بحماية المنشآت الحيوية في البلاد وتأمينها من أي مخاطر وفي عامه الرابع والعشرين وضمن ما تحقق من تطور يؤكد الحرس الوطني دائما على تنمية مستويات مختلف قطاعاته ويبدل جهدا كبيرا في سبيل تحقيق تطلعات جالة الملك المفدى القائد اللعلى حفظه الله ورعاه من خلال تطوير كافة قطاعاته ووحداته ورفع القدرات القتالية وبناء القيادات الإدارية وتزويد أفراده بأحدث المنظومات العسكرية رجال الحرس الوطني أثبتوا أنهم أهل للمهمة التي أوكلت إليهم وتمكنوا من أداء الرسالة وحمل الأمانة في أكثر من موقع حيوي ولم يكن ذلك بغريب عليهم وما هذا اليوم إلا يوم تقدير وعرفان لرجال البحرين الأوفية فهذه الكفاءات والجاهزية العالية يثبتها السجل الحافل من الاهتمام بالفرد البحريني عبر منظومة جادة من التدريب مبنية على معايير عصرية متطورة ووفق أحدث ما توصلت إليه الأجهزة النظيرة في العالم